موسيقى 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 ما هو المقصود برقم 666؟ أهلا أحباء المشاهدين نحن نعيش في أيام فيها تساؤلات كثيرة ومع اختراع الشريحة أو الرقائق في هذه الأيام مع ازدياد أعداد مرضى الكورونا ازدادت التساؤلات الكثيرة وكثير من الناس بتحاول تربط الموضوع مع سفر الرؤية أو علامات آخر الأيام فأنا رح أتكلم عن هذا الموضوع في هذه الحلقة لكن نحتاج أحباء أن نصلي فعلا باسم الرب يسوع أنه يفتح أذهاننا وعقولنا والرب يعطينا أن نمتلئ من معرفة ما شئت في كل حكمة وفهم روحي مكتوب مستنيرة عيون أذهانكم طبعا مثل ما بيتكلم في سفر الرؤية يقول هنا الحكمة فالموضوع يتطلب حكمة يتطلب إعلان يتطلب أنه نجلس وندرس الكلمة خليني في البداية أقول بعض الملحوظات أنه سفر الرؤية يعتبر سفر جميل جدا للمؤمنين وسفر مرعب لغير المؤمنين سفر الرؤية هو سفر نبوي هذا السفر طبعا في اختلافات بكيفية وطريقة التفسير فالبعض يميل إلى التفسير الحرفي البحث والبعض الآخر يميل إلى التفسير الرمزي وأقول أحبائي من خلال القراءة في أمور التي تفسر في أيام يحنى المعاصرة في أمور تفسر حرفيا ولكن في كثير أمور اللي هي أمور رمزية شيء آخر كيف يستطيع الإنسان أو العقل المحدود أن يفهم اللا محدود هذه الإعلانات ليحنى الرسول كان عن بيصف أمور من السماء وفي نفس الوقت اللغة الأرضية البشرية محدودة أو مقصورة على التقاليد والعادات اللي كانت في أيام يحنى لو كانت الإعلانات اليوم أو الرؤية اليوم أكيد ممكن نستخدم يمكن التكنولوجيا ونستخدم وسائل كثير اللي اتطورت ولسيما في القرن الأخير من هذا الزمان فلابد أن نستخدم استلاحات ونستخدم اكتشافات أو أمور اللي هي موجودة في هذا القرن وفي هذا العصر في يحنى بيتكلم بلغة اللي كانت بتناسب أيامه شئ ثالث لاحظ أنه في سفر الرؤية كما في إنجيل يحنى بيستخدم العبرانيات العبرانيات يعني بيستخدم الأسلوب العبراني اليهودي وبيحاول يحطه في قالب أو سياق عالمي اللي طبعا بيناسب كل أنحاء العالم لأن العالم قديما كان تحت الحكم الروماني وكانوا أيضا يتكلمون اللغة اليونانية القديمة الكتاب المقدس يختلف عن أي كتاب فهو كتاب البدايات وبيتكلم عن حتميات يعني يبتدأ في سفر التكوين قائلا في البدء خلق الله السماوات والأرض بحاولش يجيب نظريات متعددة كيف وممكن يخلق الأرض لكن بيتكلم بحتمية بواقع يعني فعلا يؤكد أنه الله خلق السماوات والأرض ومنشوف البدايات في سفر التكوين ومنشوف تسلسل الأحداث في الكتاب المقدس والخط القرمزي اللي كله بيربطنا في مجيء يسوع المسيح نعم يسوع المسيح لأنه كتير من الناس ينتظرون مسحاء لكن أنا أتكلم عن المجيء الثاني أتكلم عن مجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد فسفر الرؤية هو سفر إعلانات أبوكاليبس واكتشافات إعلانات رؤوية رب أعلنها من خلال الملاك ليحنى الرسول على جزيرة بطمس فبتشوف التسلسل من البداية حتى النهاية بيورينا أورشليم السماوية النازلة من فوق شيء آخر أحبائي موضوع المجيء الثاني لم يقصد به رزنامة يعني أقصد رزنامة بمبرمجة بمواعيد وتسلسل أزمنة معينة وكأننا عم نحاول نحل بازل وهذا ما أراه مؤخرا للأسف إذ نصنف الأيام والسنين والممالك وكل ما صار في حدث ولا مملكة ولا ملك ولا ظرف على طول من حاول نربط الأمر بشيء كتابي ليس هذا المقصود أنك تعمل منه رزنامة ولكن عندما تحدث الأحداث رح تشوفها وتكون مؤكدة للحديث النبوي في كلمة الله بالكتاب المقدس شيء آخر وهي حقيقة لا أحد يعرف موعد مجيء الرب مرة تانية هذه حقيقة ولا إنسان اللي بقولك الرب جاي في هذا الموعد في هذا التوقيت هذا يكون مضل مزيف وكذاب لا أحد يعلم موعد مجيء الرب حتى ربنا يسوع المسيح وهو على الأرض كإنسان لم يعلم مجيء عن مجيء ثانية ثم بعد قيامة المسيح شوف الأمر اللي شغل التلميذ وما زال بيشغل المؤمنين حتى هذه الأيام سألوا الرب يا رب أمثل هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل في كونسبت معين في زينهم بحسب طبعا نبوات العهد القديم عن مجيء المسيح الأول والمجيء الثاني للرب يسوع المسيح لكن جواب يسوع المسيح كان في غاية الحكمة ولا ربما صادم نوعا ما قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود فإذن يعني بيتكلم بصيغة أخرى للتلميذ يقول لهم أنه يعني مش هذا البزنس تبعك اليوم أنت في عندك شغل تاني شو شغل الكنيسة هو الكرازة والبشارة وربح النفوس والاستعداد لمجيء الرب وهذا عن طريق القداسة والبنيان الداخل للكنيسة حقيقة أخرى أنه كل المسيحيين على أشكالهم واختلاف طواقفهم يؤمنون بالمجيء الثاني للرب يسوع المسيحي لكن الاختلاف أحبائي هو على كيفية المجيء وتوقيت المجيء وما هو وما يصحب هذا المجيء فهنا تأتي مدارس متعددة وكل مدرسة باجتها طبعاً ومن الكتاب المقدس بحاولوا أنه يفحصوا عن كيفية هذا المجيء يمكن أن نختلف ولكن بالنهاية إحنا أولاد الرب منحب الرب لكن كلنا نؤمن بمجيء الرب يسوع المسيح له كل المجيء شيء آخر إحنا ككنيسة في عنا عمل وهذا العمل مثل ما ذكرت هو خلاص النفوس والاستعداد للمجيء الخلفية لهذا الموضوع أنه من سفر رؤية كان يحنى بسبب الاضطهاد الذي حدث في أيام الإمبراطور دوميتيان أو دوميتيان والنتيجة كان في قتل كثيرون من المسيحيون ومروا بأشد العذابات يحنى أخذ إلى النفي إلى جزيرة تدعى بطمس من أجل كلمة الرب ومن أجل شهادة يسوع المسيح وأي شخص بيقرأ في السفر رؤية أنا عاوزك تشوف كم مرة بيتكلم الغرض من هذا السفر دائما بيتكلم المحور اللي هو شهادة ربنا يسوع المسيح وهذا ما يجعله أنه صعب تصنف هل الله بيتعامل مع شعب ولا شعب آخر ولا الكنيسة بغض النظر كل الموضوع هو شهادة ربنا يسوع المسيح ويذكر استلاحات مثل ما ذكرت عبرانية سواء عن أنبياء العهد القديم ومواصفاتهم أو القديسين بحسب تعليم العهد الجديد ولكن دائما بيربطها بشهادة ربنا يسوع وفي إصحاح 19 فإن شهادة ربنا يسوع هي روح النبوة فبالحقيقة أنه كل النبوة اللي موجودة في الكتاب وبالتحديد بسفر الرؤية موضوعها ومحورها هو شخص واحد مجيء يسوع المسيح ثانية تتمحور على شخص الرب يسوع اللي قدم خلاص كامل ولكن يرجع لكي يكون الخلاص متكامل بالتمجيد ولكي يكون الديان لكل من يرفضه ولا يؤمن به يحنى طبعا كان يدرك الأحداث في أيامه كان بيعرف عن نيرون أنه حرق روما ووضع كبش الفداء هو المسيحيين اتهمهم وابتدأ الاضطهاد الشرس ضد المسيحيين كان يدرك في أيام دومشيان عندما كان المفروض أنه كل مسيح يبخر يعني يصنع البخور للإمبراطور ابتدأت هذه العادة من أيام أغسطس قيصر لكن كان يعني كشخص مات يعني قدموا له عبادي قيصر هو رب فعندما استضمت المسيحية بالرومان أو بروما قالت لا يسوع المسيح هو الرب لكن في أيام دومشيان اختلف الوضع كان لازم السجود للإمبراطور والتبخير له وطبعا العبادة له عن طريق أنك أنت تعترف أنه هو قيصر رب وأنك ترفض أي ربوبية أخرى وأي عبادة أخرى فطبعا هذا مرفوض بالنسبة للمسيحيين لأنهم يعبدون الرب الإله يسوع المسيح ثم الأحداث بتتواكب يعني في أمور بتحدث اللي هي يعني حدثت وتحدث مرة أخرى فمثلا دانيال يتنبأ النبي دانيال يتنبأ عن رجسة الخراب وفعلا هذا تم فعليا فيحنا بيعرف واليهود في أيام المسيح بيعرفوا لأنه كان بس من فترة بسيطة جدا كانوا بيعرفوا التاريخ المعاصر اللي هي رجسة الخراب بكل بساطة واحد اسمه أنتيخوس أبيفناس أعلن أنه إله وبعدين راح لأورشاليم دخل الهيكل ونجس مكان العبادة كيف نجس بتقديم ذبيحة خنزيرة على المذبح في قدس الأقداس وهذا حدث سنة 167 قبل الميلاد ومما أدى إلى غضب عارم وابتدأت ثورة المكابيين وطبعا ثورة المكابيين هزمت جيوش أبيفناس ثم طهروا الهيكل من النجسات واحتفلوا بالمعزل اللي حدثت اللي هي الحنوكا وصار هذا العيد يتزامن مع عيد الميلاد اللي هو بـ 25 ديسمبر أو في شهر ديسمبر هذه الأحداث معروفة ليحنى والتلاميذ وعندما آمن بولوس الرسول كان بيدرك هذه الأحداث هذه الشخصيات سواء أبيفناس أو نيرون وآخرون هم يعني أشرار بل تجسيد للشر وهكذا شخصيات كثيرة عبر التاريخ يمكن في العصر الحديث هتلر مثلا هو تجسيد للشر ولا ننسى أحبائي إنه المسيح تنبأ أنه سيقوم أنبياء كذبة ومسحاء كذبة في بشارة مرقص صحة 13 والآية 12 في هاي الدراسة اليوم وهذا الموضوع لابد أن نكتشف حقائق فيما بعد فلذلك لا نفعل يعني بدراسة أرقام وانضمها وانسويها على ناس وهذا ما صار تاريخيا لما درسوا رقم 6-6 اللي هي حقيقة ألفابتكل يعني هي أحرف أكثر من أرقام مثل نيرون مثل شخصيات يعني في تاريخ الكنيسة حتى وصفوا واحد من البابوات في هذا الرقم وأنبياء كذبة اللي أسسوا ديانات برضو فالموضوع مش أنك تتدور لي على شخصية وتحط عليه 6-6-6 لأنه في مواصفات بالكتاب المقدس قبل مجيء طبعا المسيح ثانية مشان هيك يعني الناس اللي عم بتتعب بتحط رقم على نيرون ولا على بابا ولا على نبي أضل ملايين ومئات الملايين إلى آخره مش هذا الموضوع رح نكتشف شيء أكبر من أنفسنا في هذا الموضوع سأستكمل هذا الموضوع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا حديثنا ما هو المقصود برقم 6-6-6 طبعا عندي نصيحة لكل مشاهد أنا بشجعك أنك تقرأ سفر الرؤية وكيف فيك تقرأ سفر الرؤية أعطيك فكرة كيف أنا بعمل أولا اقرأ هو 22 إصحاح اقرأ وكأنك بتقرأ قصة من الإصحاح الأول حتى إصحاح 22 هذا بيعطيك الصورة العامة لكل السفر ثم بتقرأ السفر مرة تانية الإصحاح الأول وأنا بشجعك أنك تقرأ الإصحاح الأول ثلاث مرات لما شتروع عندي الطبيب بقولك روشيتا ثلاث مرات في اليوم اقرأ ثلاث مرات الإصحاح الأول إصحاح 32 لما بيتكلم عن الكنائس في أيام يحنى في آسيا الصغرى اقرأ إصحاح 32 كمان مرة بعدين بتكمل من إصحاح 4 و5 و6 بتقرأه مرة وحدة هدول 4 ثلاث إصحاحات بعدين الإصحاح السابع لآخر السفر تقرأه كمان مرة لكن كل قراءة اتماعن فيها لما بيتكلم عن الضربات وبيصنف الضربات بشكل معين متسلسل حتى يوصلنا لآخر الأيام لما بتقرأ سفر رؤية اقرأ كمان رسالة تسالونيك الأولى إصحاح 5 والتسالونيك الثاني إصحاح 2 وبعدين بشجعك أنك تقرأ سفر دانيال ابتدأ من دانيال إصحاح 7 بس طبعا كل سفر دانيال مهم أنك تقرأه وإقرأ طبعا نبوة زكريا بيعطيك الصورة الكاملة عن هذا الموضوع وياريت تتعود أنه اتدرب نفسك على قراءة الكلمة رح أقرأ من تسالونيك الثانية إصحاح 2 من الآية الأولى بولوس كان في رحلته التبشرية الثانية بعد برية رحلة تسالونيكي هناك أسس كنيسة وبعدين بيكتب لهم رسالة تانية الرسالة الأولى بيتكلم عن كيفية المجيء وهون بيكمل يعني ما سيحدث قبل مجيء الرب يسوع المسيح بيتكلم للكنيسة بيعلمهم وهذه التعليم كتير كتير مهمة ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا بيعلمهم بقول أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا فأعطي يعني قواعد ثابتي أي أن يوم المسيح قد حضر لا لسه ما حضر لا يخدعنكم أحد على طريقة ما لأنه واضح جدا لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا هذه العلامة الأولى العلامة الثانية ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك يعني المحكوم عليه بالهلاك المقاوم أو المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه إنه إله أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه الذي مجيئه بيتكلم عن ضد المسيح أو المقاوم الإنسان الخطية الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين في الهالكين في الهالكين مش في المؤمنين بالمسيح يعني اللي بيخدوها اللي بيضور على آيات ومعجزات لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا انبسطوا بالإثم ثم ننتقل إلى سفر الرؤية إصحاح 13 بيتكلم يقول ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين أي الشيطان قدرته وعرشه وسلطانا عظيما وبعدين بيكمل يعني في آية 6 فتحفموا بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء بجدف على مين على الله على اسم الله على مسكن الله وعلى الساكنين في السماء أي المؤمنين وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان أو أعطي سلطان بيصنع حرب آسف في الأول مع القدسين ويغلبهم وفيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسمائهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبحها بعدين بيتكلم عن وحش آخر اللي طالع من البر اللي هو النبي الكذاب الدعاية يعني اللي بيروج له الدعاية للوحش الطالع من البحر آية أربعة تلات تاعش خلينا ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح جرح السيف وعاش وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم انتبه معي تصنع لهم سمة علامة يعني على يدهم اليمنى أو على جبهتهم وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد الوحش يعني ثلاث مواصفات اللي على الأساس أنه يعيش اقتصاديا ومبسوط ومش مهتم يعني ومرتاح عشان يعبد الوحش أنه لازم يكون إله السمة اللي هو العلامة أو الاسم اللي راح نشوف شو هو الاسم عدد إنسان أو عدد الاسم فإذن بقول في آية 18 هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده ستمائة وستات وستون هاي المواصفات اللي بيتكلم عنها فإذن السؤال من هو الوحش مثل ما ذكرت معلوماتنا من سفر رؤيا من تسالونيكي التانية وطبعا جزء كبير من سفر دانيال من صحاح 7 وطالع إلى 9 على ما أعتقد فهي هاي المعلومات اللي موجودة عنا ومقتطفات يمكن من هنا وهناك في الكتاب المقدس مثل زكريا بيتكلم عن الراع الباطل أو دانيال بيتكلم عن مسميات أخرى أو في متى 24 مرقص 13 لوقة 21 بوتروس التاني يعني منستشف هاي المعلومات حتى تكون معلومات متكاملة بعضها مع بعض الوحش أحبائي منتعلم عن طبيعته من خلال الكلمات منتعلم عن مصدره أساسه منتعلم عن صفته وهم يتكلم عنه كحيوان مفترس لكن تحت سيطرة الشيطان ووصف ولاحظ بتلت حيوانات شرسي في آية اتنين بتشوف المعلومات كمان دانيال بيتكلم عن أربع حيوانات في إصحاح دانيال إصحاح 7 هنا بيتكلم عن الأسد الأسد طبعا بحسب دانيال يمثل مملكة بابل الدب يمثل مملكة ماد وفارس والنمر يمثل مملكة اليونان طبعا بمجيء الإسكندر الأكبر بيتنبأ عنه لكن في دانيال 7 الحيوان الرابع هائل وقوي وشديد جدا وله أسنان من حديد كبيرة أكل وصحق وداس الباقي هاي من تشوفها في دانيال 7 في إصحاح 13 هون مكتوب عنه هو الوحش الطالع من البحر والبحر يعني بحسب رؤية 17 آية 15 يرمز للشعوب وبيرمز للأمم الكثيرة وهو أيضا بنفس الوقت مكتوب عنه الوحش الصاعد من الهاوية لما بيصعد من الهاوية في رؤية صحح 11 في آية 7 منشوف أنه يقتل الشاهدان في شوارع القدس أورشاليم اللي كانوا لمدة ثلاثة سنين نوص يتنبأوا ومن خلال كلامهم لأن كلامهم بيفضح الظلمة مكتوب كانوا يعذبون الساكنين على الأرض فلما لاحظ أنه أنه يعني كان ابتدأت الحالة يعني والتجهزات لمجيء هذا الوحش من خلال بعض الضربات ولكن هنا عندما يظهر بمجيء أو يصعد من الهاوية كما يقول الكتاب يقتل الشاهدان هذا الوحش اللي هو ضد المسيح يبتدئ إرساليته بالأول كصانع سلام عنده شخصية كارزماتية جذابة اللي بحل كل المشاكل السياسية بتشوفها في دانيال تسعة سبعة وعشرين وفي رؤية الإصحاح السادس كان يعتبر القائد خلينا نسميه السوبرمان إذا حبينا نحطه في إصطلاحات اليوم بعد هاي الأمور بيبتدئ بالأمور السياسية والحلول السياسية بيعمل معاهدات بتنكشف هويته وطبيعته وإرساليته وهدفه وكل الهدف طبعا أن يكون ضد المسيح عاوز ينسف برنامج وإرسالية المسيح بكل معنى الكلمة يعني عاوز يزيف يناقد ويعاند ويعارض بل يقلد في نفس الوقت المسيح مكتوب عنه بحسب الآية الأولى في رؤية 13 له سبعة رؤوس في اللي هي سبع جبال وإذا سبع جبال فأيام يحنى كانت روما على فكرة مبنية على سبع جبال كانت مدينة عظيمة وكانت على يعني القريبة منه لأنها مبنية على سبع جبال وهون بتشوفها حسب رؤية 17 9 يعني العاوز أقوله أنه لما بتقرأ في المرة بعد أكم صحاح بتشوف تفسير اللي تكلم عنه البشير يحنى ثم يتكلم عن عشر قرون اللي بيسميها عشر ممالك عم بيتكلم عن وحدة عن اتحاد تام برأي واحد دنيال 7 24 ورؤية 17 آية 12 لكن هاي الممالك مكتوب لم يظهروا بعد يعني ما كانش هاي الاتحاد في أيام الرومان لهذه الممالك لكن قبل مجيء المسيح لما بيجي المسيح الكذاب رح يكون في اتحاد انصح التعبير للمملكة الرومان القديم بتم إحياءها من أول أبو جديد برضو الوحش يعني مجيءه يعني إذا بنتشبه كما جاء المسيح في الجسد هكذا الوحش شيطان متجسد في جسد إنسان وهذا مش غريب لأنه في يحنى 13 الشيطان ألقى في قلب يهودة بعدين دخل قلب يهودة يعني بيتكلم عن تملك كامل لجسد يهودة هنا يعني أكتر متجسد صاعد من الهوية متجسد في جسد إنسان بس برضو الكتاب بعلمنا إنه ندرك إنه هو إنسان يعني بحسب آية 18 هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان فإذن عدد إنسان لكن استمد قوته وطاقته من الجحيم رؤية 11 آية 7 و 17 آية 8 لأنه يصعد من الهوية الوحش أو المسيح الكذاب يعتبر عمل شيطاني أو تحفي صنعة شيطانية يعني تفنن فيها وإذا منشوف بعض أوصافه اللي بعبر عن طبيعته له أسماء كثيرة اللي بتعبر عن صفاته طبيعته ضد المسيح الوحش الصاعد من الهاوية إنسان الخطية ابن الهلاك الدجال بلعال المقاوم المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا المضل المخادع وأسماء كثيرة منها في سفر دانيال و سفر زكريا ممكن ترجع لهذه الأسماء لنفس الهوية هوية هذا الشخص فإحنا ملاحظ قبل ما جاء الرب يتكلم عن شخصية إنه فعلا رح تيجي في وقت معين في زمن معين هاي الشخصية إنسان مش أي شيء آخر ستكون شخصية واضحة لا مجال للشك فيها شخصية عالمية يجسد الخطيئة والعسيان في ذاته طبعا مصيره ابن الهلاك كما يسمي الكتاب والدينون الأبدية بصراحة إحنا لا نعرف هويته بالتحديد البعض بقول عشان يعني أرشالين مسكورة إنه ممكن تكون ممكن تكون هويته يهود لكن رأس أممي للإمبراطورية الرومانية القديمة وإحنا نعرف أنه كان واحد من الملوك السبعة السبع ملوك ولكن بيرجع ثامن بيرجع بيملك مرة تانية هاي المملكة الإمبراطورية الرومانية يعاد إحياءها بشكل أو بآخر في آخر الأيام الوحش أو المسيح الضال سيرأس نظام الإمبراطورية العالمية الشيطانية الأخيرة الذي هو نظام ضد المسيح بكل معنى الكلمة شخصيته ديكتاتور مع أنه ابتدأ بصنع السلام المؤقت في البداية لكنه أولا أحباء سيكون قائد سياسي محنك يوحد عشر ممالك بقوة ورأي واحد رؤية 17 كمان بيمتلك القدرة العسكرية وله قوة خارقة وشهرة واسعة قوة عسكرية لأنه في حرب أخيرة رح يتم معاه والرب يسوع رح يغلب قوة اقتصادية هاي القوة بيتحكم باقتصاد العالم يعني اللي ببيع واللي بيشتري كما قرأنا في رؤية 13 لكن أهم ما في الأمر أحبائي أولا قوعك تتلخبط الصراع الديني سوف كان وسوف يبقى إلى مجيء المسيح فإذن حتى الإلحاد هو دياني حتى الغير مسيحيين كمان دياني فإذن هون أحبائي يؤسس وحدة دينية كيف ولا بيستخدم السياسة بيستخدم القوة العسكرية السياسية خطيب بيعرف يخطب بين الناس متكلم فصيح بيعجب الناس رح يؤسس دياني شيطانية وآسف أقول إنه ممكن تكون كنيسة عالمية إن صح التعبير اللي هي توحيد الأديان توحيد الأديان يعني إذا تفيه 2.5 مليار مسيحي يعني للأسف الأغلبية الصاحقة رح يمضو رح يعملوا العقد مع هذه الشخصية طبعا مش الكل رح يوافق لأنه فيه أديان اللي بتآمن بأ الله بس مفهوم عن الله مختلف وغير عن المفهوم الكتابي فرح يكون في حرب ورفض في نفس الوقت لكن الديان العالمية هاي الوحدة هاي النظام الجلوباليزيشن اللي هي مش بس العولمة اللي هو نظام موحد اللي بيربط نظام عالمي تحت هذه الشخصية لازم يكون الدافع تبعها ديني بل حتى ظهوره ظهور دينيا وحتى ظهور المسيح سوري النبي الكذاب اللي بيروج للوحش بيتكلم عن أمور دينية لأنه أهم شيء في الإنسان هو الدين فإذا انخدع دينيا ساعتها كل شيء يعني ممكن يعمل فإذا أنا حبائي هاي الديانة ديانة شيطانية يجدف على الله والقديسين مكتوب يتكلم بتجديف ليه لأنه بيأخذ وبيستمد قوته من الشيطان يطالب بالعبادة يخدع ويضلل ربما أورشليم رح تكون المركز لأن هناك قتل الشاهدان بيصنع عهد وبيكسر العهد هذا ممكن يكون مع شعب إسرائيل عنده قوة ذكاء جاذبية تعرف حبائي الشيطان لوسفر من البداية من الأصل كان بده يصل لهذا المركز دائما أراد أن يرتفع ويقاوم الله لكي يعبد الشيطان يقلد لكي يعبد من غباءه حتى طلب من المسيح في التجربة أنه يسجد له يسجد له جميع الساكنين على الأرض بسبب روح الضلال حتى إن أمكن يقول الكتاب يضل المختارين لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص يحارب ويغلب القديسين كل من يرفض العبادة للوحش يقتل ومنشوف ضربات على الأرض دينونة المياه الكثيرة بيتكلم يعني بشكل أنا مش عاوز أفوت في التفاصيل الكثيرة فكثير من الناس اللي بتربط الحديث الشرائح أو الرقائق بهذا الموضوع حبائي أنا عاوز ألفت انتباهنا لعدة أمور أول شيء منشوف صورة الوحش تانيا سمة الوحش تالتا اسم الوحش رابعا عدد الوحش خامسا عمل الوحش سادسا طبيعة الوحش سابعا نهاية هذا الوحش صورة الوحش مكتوب أعطي روحا حتى تتكلم الصورة والذي لا يسجد يقتل حتى يستطيع أن ينزل نار من السماء السماء سمة الوحش اللي كل الناس مهتم فيها هي علامة ظاهرية إما على اليد اليمنى أو الجبين بدونها بلاها ما في حد لا ببيع ولا بيشتري يعني حرمان اقتصادي زي من زمان في بلادنا كانوا بيعطوا بطاقة الخبز أنك تروح على المخبز وتصف دور طويل عشان تشتري بالبطاقة هذه الخبز اسم الوحش ما بعرف يعني إحنا منعرف ماذا الوحش لكن من هو لا نعرف شيء يعني اسمه ما منعرف لكن مكتوب وعلى رؤوسه اسم تجديف ويمكن هاي حكمة أنه ما منعرف اسمه لألا نبتدي نبحث عن أشخاص كما ذكرت من قبل معينة ويكون شغلنا الشاغل أنه نشوف مين اللي بيرتبط برقم ستة ستة عدد الوحش ستة 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 لكن من ناحية أخرى في ناس رح ترفض ورح تقاوم الوحش عمل الوحش هو بكل بساطة أن يلغي عمل المسيح نهائيا كليا طبيعة الوحش بيوصفه كحيوان شرس مفترس أداء شيطانية نهاية الوحش بحيرة النار المتقدة بالكبريد سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر مفترس 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 ترجمة نانسي قنقر مفترس 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 اهلا أحباء مشاهدينا في كل مكان مثل ما ذكرت نحن لا نعلم اسم الوحش لكن نعرف أوصافه عن ماذا يتكلم عنه الكتاب المقدس لكن يحنى لأنه كان فيه منفي بجزيرة بطمس بيتكلم في إصطلاحات كانوا بيفهموه بقول إلا من له السمة أو عدد اسمه هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدته ستمية وستة وستين فإذا رقم ستة 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 مكتوب هو عدد إنسان أي ناقص لكنه متمرد ضد الله تمرد شيطاني على الله ستة 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 عدد ناقص عن الكمال اللي هو سبعة 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 مهما بلغ سيبقى إنسانا بغض النظر كل الآيات والمعجزات اللي بيخدع فيها الناس ستة 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 هذا ثالوث شرير يعني بيتكلم عن التنين الحية القديمة اللي هو الشيطان وبيتكلم عن الوحش اللي هو ضد المسيح والنبي الكذاب الذي يروج للمسيح مقابل طبعا الثالوث الأقدس الآب والكلمة يسوع والروح القدس ستة 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 كأن الله يصرح أنك يعني بيتكلم عن هذا الوحش أنت ستظل ستة 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 ثم ستة ستة يحاول أن يقلد المؤمنين الختم الإلهي اللي على جباههم بيتكلم سفره يعني عن 144 ألف في إصحاح سبعة هنا بيتكلم عن ختم وهذا تعبير عن الخلاص اللي افتدوا يعني تختموا بدم المسيح وأيضا مختومين بالروح القدس لكن الختم الشيطاني هو للدمار يعني اللي منشوف مع المسيح هم للحياة الأبدية قديسين الختم الشيطاني اللي بيضع على الإنسان هو للدمار ليقودهم للعذاب الأبدي من خلال نظامه الشرير مشان هيك بيسميه ابن الهلاك تعبير عبري أي المحكوم عليه بالهلاك زي هاي الإصطلاح قيلت عن يهوذة الإسخريوط ابن الهلاك ستة 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 رقم الشؤم والفشل والشر والنقصان تجسيد لشخصية شريرة مخالفة ومعاندة ومناقضة لمشيئة الله أحبائي عاوز أتكلم في بعض الملحوظات هذا الرقم هو سمة علامة يعني لتحديد الهوية من هم أتباع الوحش يدمغ ظاهرا للعيان على الإيد أو على الجبين والذي سيرفض يحرم من ضرريات الحياة من بيع وشراء رقم ستة عاوز أوضح هذا الأمر ليس مرتبط بالتاريخ معين ولا في حدث معين ولا في أي شخص آخر يعني أنا بتذكر مشكلة زوجية رهيبة حدثة بين واحد ومرته تزوجوا جديد بنا بيت والشارع اللي يعني تحط فيه رقم البيت كان رقمه ستة ستة والست مش عاوزة تسكن في البيت لأنه ستة 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 والأخ أجا بقول إقنعها للست إنه هذا رقم يعني وفعلا حاولت أحكي معها مش بيتكلم على بيت ولا بيتكلم هذا رقم شخص وهذا بيكون في آخر الأيام والكتاب أعطانا مواصفات إنه رح يكون فيه ارتداد عالمي يعني ثورة عالمية ضد المسيح يسوع المسيح فمش مناتو زواحد الرقم ستة معناتو هاي علامة الوحش لا هم بيتكلم عن عدد إنسان فإذن هنا بيكون واضح للعيان يعني مش إنه شيء غامض مثل الشريحة أو ما شابه أو البار كود اللي بيستعملوه أحيانا لا هون شيء واضح جدا لا يذكر اسمه لأنه مش عاوزنا إنه نعرف لألا نربطه في أي شخصية معينة نصير قضاء آه هذا رقم ستة ستة فإذن منحكم على هذا الشخص مرة تانية ستة 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 هو رقم القاصر سبعة سبعة هو رقم الكمال رقم الثالوث كمال الخالق أيضا بولوس شجع المؤمنين أن لا يتزعزعوا في الرؤية يقول هنا الحكمة أي يتكلم عن إنسان مش عن شيء آخر يتكلم عن إنسان والأرقام هي حروف أبجدية مثل ما ذكرت تطلب الحكمة والفهم عندما يعلن عن المسيح الدجال سيكون الأمر واضح مثل ما شفنا بتسالونيكي الثاني صحيح الثنين فإذن الأمر مش غامض رح نعرف فإذن أحبائي قبل مجيء الرب مباشرة سيكون فترة ارتداد على مستوى عالمي أي عسيان وتمرد وثورة وإنحراف ديني هائل يعني يعني هون رح يكون رؤساء دين وطوايف وكله رح تشيك هانز مع المسيح الكذاب للأسف لأنه عاوز يوحد ويأسس وحدة عالمية ويمكن بتشوفها في هاي الأيام ظهريا بالشكل أو بآخر ستبقى الحرب إلى النهاية بين أتباع يسوع المسيح المؤمنين اللي اغتسلوا بالدم ورفضوا علامة الوحش مع أي شيء آخر اللي هو ضد المسيح فإذن هذا رح يكون واضح مشان هيك بيتكلم من هو نجس فليتنجس بعد من هو بار فليتبرر بعد لأنه رح يجي يوم رح يبين فيش حل وسط يا بتكون مؤمن مؤمن يعني رح ترفض مثل ما المؤمنين الأوائل فأيام الرومان رفضوا إنه يعبدوا قيسر رح يكون واضح يا بتكون مؤمن يا غير مؤمن ما فيش حل وسط السياسة والمسايرة والمهادنة اللي منشوفها كتير في هذه الأيام هذا الارتداد مش يعني تتكلم عن ارتداد مثل اللي بتشوفها الأيام لا هم بيتكلم عن تمرد ضد يسوع المسيح سيكون ضد المسيح يحرم الإنسانية من كل حقوقها يعني رح يشوفوا الخير شر والنور ظلام رح يكون عمل ضلال وكذب بينخدع حتى أحياناً المختارين هذا الرقم هو رجل ناقص يعظم نفسه ليكون إله لكنه سيهزم مظبوط مجيء مصحوب بمعجزات كاذبة لكنه أداة شيطانية ابن الهلاك يعني اليوم الشريحة الباركود يمكن اللي بيستعملوها ابتدأوا فعلاً فيه بيستعملوا مع الحيوانات حتى يعرفوا لأنه في أمريكا مثلاً البقر مثلاً بيرعى في مئات أو آلاف الهكترات لحاله كيف يعرفوا؟ من الشريحة من العلامة وعم بيحاولوا يعطوها لبعض من الناس المرضى ولسيما اللي صعب يفكر عقلياً يعني في ناس عندهم مشكلة عقلية أو حتى بعض الناس اللي عندهم مرض الزهايمر ممكن يعطوا الشريح بس هون بيتكلم عن علاج مرض مش بيتكلم عن ارتداد ولا يتكلم عن عبادة شيطان أو عبادة وحش هذا الفرق اللي عاوز أقوله الناس اللي بتربط الكورونا بالعبادة الوحش فإذا المحتاجين انميز أنا ما منعرف شو هي العلامة إذا كانت بار كود واليوم حتى في أمان كتير يعني العلامة بتكون مخفية هل هذا الشيء صعب؟ اليوم في أغلب مطارات العالم الباسبورت فيه شريحة الكريدت كاردز فيهن شريحة بتفوت على المطار بيفحصوا عينك بيفحصوا البصمة المعلومات صارت مركز في كل العالم يعني أي معلومة عوزين يعرفوها عادة عن السيارات فيها شريحة عادة عن يعني أي شخص الآيفون الجالكس التواصل اجتماعي أي شيء كله صار متعارف عليه عالميا بس هنا ما في حدا أعطاك خيار إذا أنت بتأخذ هذا الآيفون لازم تعبد الوحش لا أو إذا أنت أخذت بتأخذ التطعيم لكن بشرط أنك ترفض المسيح لا هذا الشيء رح يكون واضح والمؤمن رح يكون واضح أنه يرفض أو ينكر وفي جماعة رح ينكروا ويرفضوا هذا الشيء هذا الوحش ينصب نفسه في هيكل الله عاوز يقاوم المسيح سيضل الساكنين على الأرض كل الغرض ليبعدهم لاحظ ما عندهش مشكلة مع أي نبي آخر مع أي مؤسس آخر مع أي شخصية أخرى كل الغرض لاحظ كله ضد هوية وحدة ضد شخصية وحدة هو يسوع المسيح أليس هذا هذا عجبا المفروض كل اللي بيشاهدوني تبتدي تبحث وتشوف ليه شمعنى إنه يسوع مع إنه الكامل والكل بيشهد لكماله الأخلاقي بلا خطيه شمعنى يسوع المسيح كل الديانات والإلحاد وكل أنواعه رح ينضموا لهاي الشخصية ليبعدهم عن يسوع المسيح طب شو إذا الشاهدين عملوا معجزات طب ها النبي الكذاب رح يعمل معجزات كاذبة ويفرض قيود على الناس الناس رح تتعجب رح يكون في عبادة وطبعا في النهاية رح يكون في حرب أحبائي هاي السماء مهياش هي الشريحة هاي السماء أحب أرى تكون واضحة علامة إنه الشخص بيختار ضد المسيح في النهاية عاوز أقول طيب إذا كل هاي المعلومات إحنا نخاف بالعكس الكنيسة منتصرة الكنيسة لها دور ودور مهم حتى في الأيام الأخيرة وخلي بالك الرب رح يجيب نهضات وانتعاشات ووعك تفكر هاي الارتدالات اللي بتشوفها هنا وهناك لا الرب رح يعمل أمور عظيمة رح يثبت نفسه والكنيسة رح تثبت دورها وهذا مهم جدا إنه ندرك عشان ما تخاف ما تخاف أنت مؤمن بيسوع المسيح أما إذا أنت بعدك متردد ولا عايش حياة الخطيئة وغير متأكد من خلاصك اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم أنا بحذر كل إنسان إنك تتوب الآن عن خطيئك وتقبل الرب يسوع المسيح تبتدي تدرس الكلمة حتى تتعمق تترسخ فيك كلمة الرب حتى تستطيع تميز الأمور المتخالفة يكون عندك التمييز الروحي مهما صار اضطهاد ولا مسيح كذاب ولا معجزات كاذبة طيب ما اليوم نشوف معجزات كاذبة هل هذا بغير رأيه كل الحرب ما يعني أوعك فكرك يروح محل تاني كله ضد يسوع المسيح ولا ضد نبي آخر ولا ضد ديان أخر كله رح يتوحد لكن بس ضد كنيسة الرب ومش أي كنيسة الكنيسة اللي تؤمن مخلصة ومفدية بدم الرب يسوع المسيح مش طواقف مش أرتودوكس ولا كاتوليك ولا ولا بروتستانت لا ولا أي طايف التاني من كل الطواف فيه طاقية بقية فيه شعب للرب اللي مش رح يزجد للوحش اللي رح يقاوم بكل الوسائل من ناحية تاني الله بيحمي ما تخافش الله بيحمينا الله بيهتم فينا أوعك اتخاف الرب يسوع قال الأبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها رح يكون تمييز حقيقي بين المؤمن وغير المؤمن ونؤمن بإنبوة الشعياء التي تقول يرى نسلا تطول أيامه إلى مجيء الرب ونؤمن بأفسوس خمس مكتوب عن يسوع أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة مقدسة لا دنس ولا غضنة فيها ولا من مثل هذه الكنيسة رح تظلها لمجيء المسيح طاهرة ثابتة قوية منتصرة ممجدة أنا لا أعرف التوقيت بس واضح أنه لابد أن نمر حتى ولو جزء من هذه الضيقة لكن الكنيسة صامدة وقوية لكن بالنهاية أحبائي في ضربات شديد الضربات الأخيرة والحرب الأخيرة بيجمعهم إلى موضع اسمه هارماجدون وهذا موضوع آخر اللي عاوز أقوله النصرة بالنهاية ليسوع المسيح لم يفشل المسيح في عمل الفداء حتى في الأيام الأخيرة في ناس رح تخلص مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت الكنيسة منتصرة الرب أعطانا تعليم وأوصاف المسيح الدجال المسيح الكذاب لكن كل الحرب هي ضد يسوع فأنا بدعوك اليوم أنك تكون بصف يسوع وهذا عن طريق الإيمان والتوبة التوب عن خطيات وتؤمن بالرب يسوع وإلحق حالك قل لي يا رب ارحمني أنا الخاطئ بتوجك أنت الرب والسيد والملك على حياتي بحب أسمع منك اشتركوا في القناة